اشتركوا في القناة 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 اه انا بتكلم على لكن لو هو يبقى طالما هو كويس بس لازم اي زوج هيجدر انا مش بقول ان هو كويس لا بصي ما بتكلميش على اي زوج لسبب واحد ما نعممش لما نيجي نتكلم على حاجات احنا بتمر بيها في التجارب الشخصية بتأثر التجارب الشخصية بتأثر فينا وكمان المجموعة اللي معانا حولينا عشان تعلمنا انا بقول ان الرجل السوي والزوج السوية ما تجذبش مهما تكون علشان ما تجذبش صعب علشان ما تجذبش يبقى المفروض ان انت ما تعملش اخطاء طول ما انت ما بتعملش اخطاء طول ما انت ماشي صح ما تخافش ما تخافش حتى لو انت غلطت بالصدفة وغلطت وانت مش واخد بالك اعتراف بالخطأ جزء كبير من تصحيح الخطأ في الاساس محدش يخاف لانك لو خفت هتخسر كتير ولو كذبت هتخسر اكتر نرجع تاني نقول مبروك الاهلي اه طبعا اقول له الف مبروك نادي القرن وزي ما انت عارف ان انا اهلاوية صميمة وين كان دي بقى انا معتقد ده لو كان الاهلي ده خلب كان كل زمال كوية لفترة طويلة جدا ازلونا دي اه مضبوط هي مش عارفة بقى هي ميزة عندي ولا عيب ان انا بفهم في الكورة شهادة اللي حوالي فانا هقول شهادة حق ان انا هنا بتفرج على الماطشة محمد اه انا نسيت الاهلي نسيت النتيجة الزمالك شديني شديني للعبة الحلوة كان بيلعب حلوة ده امانة اه في لحظات كتيرة ان انا قلت لا اخسارة لازم الفريق ده يكسب وضع لأسيش الماطشة اللي فاتكون الاهلي بيلعب وحش واتغلب لا لا ما هقول لك على حاجة فيه الاهلوية هيقولوا ان انا عميلة او كده انا اتمنيت فعلا ان الزمالك يفوز ليه بيلعب بيلعب كويس انا بقول لك يفتكروا ان انا عميلة بس بجاب لا بيلعب طب اهل ماطشة اللي فات اللي اتغلبنا فيه 3 واحد اللي اتغلب فيه 3 واحد كان الاهلي بيلعب حلو والزمالك هو اللي فات 3 واحد اللي انا عايز اقوله المغراد الكبيرة دي بتخلص بلامحة فنية بتخلص بكورة بحظ لا مكانش احظ على قد الكورة اللي جات في العرض اللي هنا وجات في العرض اللي هنا مش حظ اللي اتنين محظوظين ما هو لو بفن يبقى الزمالك كان هيفوز لا بأمانة بصي ده رائعك الشخصي ده رائعك الشخصي زمالك لعب مباراة ممتازة جدا جدا والاهلي قادر ان يفوز الف مبروك للمجادي اهلي وكمان ان شاء الله يوم السبت الاهلي طبعا الاهلي ان شاء الله هيخد الكاس وربنا هيوفاء ان شاء الله بنقول كل الزمالكوية هارد لك الزمالك نادي كبير جدا فريق كبير فريق احترم عمل مباراة رائعة بجد لو حقيقي الزمالك كان يستحق المباراة ويستحق الكاس لكن الاهلي اخد الكاس بطل 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 القرن هنطلع فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني عايز افكركم ان كل اصدقائنا اللي بيبعتوا لنا الصور وبيبعتوا لنا اهداءتهم الف مبروك للاستاذ كرم رفاعي لزواج ابنه كان احتفالية كبيرة جدا بعتنا الصور هنتخرج عليها الف 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 مبروك للاستاذ كرم رفاعي وكل اهدته الكريمة وهنطلع فاصل ونرجع لكم تهين ترجمة نانسي قنقر